عبر الصحف حديث الصحافة نستهلها من الجرائد الجزائرية ومن جريدة المساء التي عنونت في صديق صفحتها انطلاق العرس الانتخابي والتعبئة تتواصل الجالية تشرع في اختيار رئيسها وجاء في تفاصيل المقال 800 ألف ناخب يشرعون اليوم في الاقتراع على مدار خمسة أيام حيث تشرع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج اليوم في التصويت لاختيار رئيس الجمهورية الجديد حيث تستمر العملية على مستوى البعثات الدبلوماسية على مدار خمسة أيام أي إلى غاية السابع من الشهر الجاري وبلغ عدد الهيئة الناخبة بالخارج وفق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ثمانمائة وخمسة وستين ألف واربعمائة وتسعون منتخب منه ناخب أقول منهم خمسة واربعين بالمئة نساء مقابل خمسة وخمسين بالمئة رجال حيث تقل أعمارهم أو أعمار خمسة عشر فاصل ثلاثة واربعين بالمئة منهم عن أربعين عاما وأعلنت السفارة الجزائرية بفرنسا في بيان لها أن مكاتب القنصليات العامة والقنصليات الجزائرية ستكون مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا إلى السابع مساء لاستقبال الناخبين ولفتت السفارة إلى أنه حتى لو كان المواطن لا يملك بطاقة الناخب يمكنه الانتخاب لأن إظهارها ليس إجباريا إذ يمكنه ممارسة حقه في الانتخابات شريطة أن يكون مسجلا في موقع الانتخاب باستظهار ما يثبت ذلك يقول المقال إلى جريدة أخبار اليوم وفي موضوع آخر عنونت الجريدة وزارة التربية الوطنية تعلن تفعيل ألية تقديم طلبات تحويل التلاميذ إلكترونيا حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الأحد عن تفعيل ألية تقديم طلبات التحويل الرقمي عن بعد للتلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى ابتداء من السنة الدراسية 2024-2025 يقول المقال وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي قصد تخفيف الأعباء على الأولياء ومرافقتهم في التكفل بقضاية مدرس أبنائهم في أحسن الظروف وكذا للتحسين في تحويل أبنائهم من مؤسسة تعليمية إلى أخرى وتجنيبهم عن التنقل بين المؤسسات التعليمية والتردد عليها إلى جريدة الحوار التي عنونت في مقال آخر تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية نحو ليبيا وإيطاليا حيث أعلن الناطق الرسمي لمجمع سونالغاز خليل هدنة أمس الأحد عن قيام الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية التابعة للمجمع بأول عملية تصدير لأعمدة شحن السيارات الكهربائية وهذا نحو كل من ليبيا وإيطاليا وأضاف هدنة في تصريحات للإذاعة الجزائرية يقول المقال أن العملية تندرج ضمن العقد الذي تم إبرامه والذي ينص على تصدير 433 عمودا للشحن المتوسط بقدرة 60 كيلو واط وللشحن السريع بقدرة 322 كيلو واط مضيفا أن هذه الأعمدة تم تصنيعها جميعا وفقا للمعايير الدولية للتصنيع في هذا المجال إلى جريدة أفريكا نيوز التي عنونت في مقال آخر شرفة انطلاق أشغال إنجاز مشروع بلدنا لإنتاج الحليب المجفف هذا الثلاثاء وسيسمح بإنتاج 50% من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب يقول المقال أعلن وزير الفلاحة والتنمية الرفية يوسف شرفة عن انطلاق أشغال إنجاز مشروع بلدنا الجزائرية القطري لإنتاج الحليب المجفف يوم غد الثلاثاء وقال وزير الفلاحة خلال كلمة له بمناسبة افتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراضي فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أنه من المنتظر أن تنطلق أشغال الحفر للتنقيب عن الماء ضمن مشروع بلدنا هذا الثلاثاء ويتربع هذا المشروع على مساحة نجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب يضيف المقال كما سيسمح المشروع بإنتاج 50% من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وتوفير 5000 منصب شغل مباشر إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن حيث ترأس أمس الأحد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزيرها الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن وذلك حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية يقول هذا المقال في عنوان آخر على موقع النهار أونلاين نقرأ فيه تفكيك شبكة تجسس بينها مغاربة وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل صادمة حيث أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان عن تفكيك شبكة تجسس تتكون من ستة أشخاص ثلاثة منهم من جنسية المغربية وثلاثة آخرين جزائريون وقال وكيل الجمهورية في ندوة صحفية عقادها لكشف معطيات حول تفكيك شبكة التجسس أن تفكيك الشبكة جاء بعد توقيف مغربي داخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية وأضاف ذات المسؤول أن هذه الشبكة جندت رعاية مغاربة ومواطنين جزائريين بهدف المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية ولفت وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان أن أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون تعليمات من المدعو بصاد من جنسية المغربية هذا وتم أمس الأحد تقديم أفراد شبكة التجسس للمثول أمام نيابة الجمهورية حسب ذات المصدر يقول المقال إلى موقع الشعب أونلاين الذي عنون في الرئاسيات المترشحون يؤكدون الالتزام بالطابع الاجتماعي للدولة حيث توصلت أمس الأحد مجريات الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر بتأكيد المترشحين بالتزامهم بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة علاوة على تجديد الدعوة إلى المشاركة في هذا الاستحقاق من أجل تقوية الجبهة الداخلية وأكد في هذا الإطار مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش التزامه في حال انتخابه رئيسا للجمهورية بالتكفل بانشغالات المواطنين من خلال إجراءات عملية تضمن حماية القدرة الشرائية وخلال هذا اليوم من الحملة الانتخابية دعا إبراهيم مراد من الجزائر العاصمة الطلبة والشباب إلى التوجه بقوة إلى صنادق الاقتراع والتصويت لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون بهدف استكمال مسيرة الإنجازات التي شرع فيها خلال عهدته الرئاسية الأولى يقول المقال من جانبه أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسياتي السابع من سبتمبر عبد العالي حسان شريف أنه في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية سيعمل على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية موقع الخبر وفي الرياضة عنوان إسكندر عثماني يهدي الذهب للجزائر حيث فاز إسكندر عثماني أمس بالميدالية الذهبية وذلك في سباق المئة متر في الألعاب البرالامبية في باريس ودخل الجزائري في المرتبة الأولى بتوقيت عشر ثواني وواحد واربعين جزء من المئة وهي الميدالية الذهبية الثانية التي تنالها الجزائر لحد الآن في هذه الألعاب بعد ذهبية نعيمة صيفي في اختصاص رمي القرص وسبق الإسكندر عثماني يضيف المقال أنه نال الذهب في ألعاب توكيو البرالامبية في سباق الأربعمائة متر سنة 2021 دولياً وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الميدين الذي عنوان مئات ألاف المستوطنين يتظاهرون في المدن المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل الأسرة حيث بعد الإعلان عن مقتل ستة أسرى إسرائيليين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الوصول إليهم انتشرت دعوات لإضراب واسع اليوم الاثنين إذ شاملت الدعوات المرافق أو المرافق البرية والبحرية والجوية والمؤسسات الرسمية والطربوية وغيرها ولم ينتظر الإسرائيليون الغاضبون على رئيس حكومتهم بن يمين نتنياهو إلى اليوم فبدأ المتظاهرون منذ السادسة مساء من يوم أمس يقول المقال يتوافدون إلى ساحات تل أبيب والقدس المحتلة ويطالب المتظاهرون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها القاضي بالبقاء في محور فيلادلفيا وممر نتساريم للتمكن من العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات التي تمنحهم الأمل بعودة أبنائهم أحياء من قطاع غزة بعدما ثبت بأن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال تسببت بمقتل العديد منهم يقول المقال وفي نفس السياق عنوان موقع القدس العربي القسام لذوي الأسرة نتانياهو اختار محور فيلادلفيا على تحرير أبنائكم حيث قالت كتائب القسام الذراع الأسكري لحركة حماس أمس الأحد أن رئيس الوزراء بن يمين نتانياهو اختار البقاء في محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة على تحرير الأسرة وجاء ذلك في مقطع مصور يتضمن رسالة إلى أهالي الأسرة الإسرائيليين في غزة ويأتي المقطع بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلية العثور على جثث ستة أسرة بنفق في رفح جنوب غزة ما أثار غضب ألاف المستوطنين من حكومة نتانياهو يقول المقال إلى موقع سكاينيوز عربية الذي عنوان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الإسم الأكثر ترشيحاً حيث قالت مصادر ووسائل الإعلام أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيلتقي سياسيين بارزين مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل اليوم الاثنين بينما يقترب من الإعلان عن رئيس جديد للحكومة وقال مصدر قريب من ماكرون طلب عدم الكشف عن هويته أن الرئيس يستقبل الرئيسين السابقين الاشتراكي فرنسواء هولاند واليميني نيكولا ساركوزي بالإضافة إلى برنارد كازانوف العضو السابق في الحزب الاشتراكي والسياسي المخضرم ويشير السياسيون والمراقبون بشكل متزايد إلى كازانوف باعتباره أحد المرشحين الأكثر ترجحاً لقيادة الحكومة الجديدة إذ يحظى باحترام أحزاب اليمين على الرغم من أنه قريب أيضاً من اليسار يقول هذا المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولة عبر الصحف لنهاري اليوم شكراً على طيب المتابعة السلام عليكم